خلينا بقى نتكلم فيه موضوع الساعة والبيوت كتير بتتكلم عنه الطلاب دلوقتي في المرحلة الأولى لتنسيق الجماعات كل واحد فيهم بيحلم يدخل الكلية اللي هو عايز يدخلها حسب مجموع السنوية العامة في البعض كده ممكن يحس بالإحباط إنهم مش قادرين يدخلوا الكلية اللي كانوا نفسهم يدخلوها بس فيه طرق بقى تقدر تحول أي كلية لكلية قمة مش لازم الأسامي لمحفوظة لأن أصلا كل شوية ترتيب القمة ده بتغير ده سؤال مهم جدا يا مني هنسأله في فقراتنا النهاردة إزاي نحول أي كلية لكلية قمة مدام التحق بالكلية دي فأنت قادر بإيدك تخليها كلية قمة هنسأل بعض الأسئلة حولين مرحلة الأولى للتنسيق وإزاي نختار الكلية والتخصص المناسب مع ضفنا الكريم الدكتور عاصم حجازي وأستاذ علم النفس التربوي بجماعة القاهرة اللي منورنا ومشرفنا في ستوديو صباح الخير يا مصر أهلا لك دكتور أهلا بك دكتور محمد أهلا بحضرك يا دكتوران منا وكل السادة المشاهدين منورني دكتور أهلا وسهلا محمد يعني بداية قبل ما نتكلم بقى على الأجواء اللي احنا عايشينها مفهوم كلية القمة احنا ده كلمة خلاص زي ما بيقوله كده كليشي بنقوله كل سن كليات القمة اللي معروفة طب صيدلة هندسة هل احنا محتاجين نعمل مراجعة للمفهوم ده طيب خلينا نفرق بين مفهومين لمفهوم كليات القمة المفهوم الأول الكلية اللي بتاخد من مجموع أعلى وبالشكل ده فاحنا عندنا كليات قمة على حسب المجموع يعني بالضبط طالما إن في عندنا نظام تنسيق بيعتمد على المجموع وإن اللي بيحصل على مجموع أعلى بيدخل الكلية أو الرغبة الأولى بالنسبة له اللي هي عند معظم الطلاب أو عند كل الطلاب تقريبا الطب ثم طب الأسنان ثم الصيدل فده المفهوم الشائع والمنتشر لكليات القمة لكن المفهوم الحقيقي بقى لكليات القمة واللي يجب إن احنا نعمل على نشره وإن هو يبقى الثقافة بتاعتنا في المستقبل إن كلية القمة بتختلف من شخص لآخر إحنا ما عندناش قمة واحدة وإنما عندنا قمم كثيرة كل قمة بتبقى مناسبة لقدرات شخص معين ممكن ما تبقاش مناسبة لشخص آخر فده المفهوم اللي احنا عايزين أبنائنا في السنوية العامة يتبنوا إن كلية القمة هي الكلية اللي أنا أقدر فيها أحقق التفوق علشان كده لو أنا عايز أدخل كلية أول حاجة المفروض إن أنا أبص فيها أنا هقدر أحقق التفوق وليس مجرد النجاح في الكلية دي ولا لا يعني فيه كتير جدا من أبنائنا الطلاب لما بيجي يدخل كلية بيقول آه أنا لو اشتغلت شوية واتعبت شوية في المذاكرة هقدر أنجح في الكلية دي أنجح في الكلية دي فدي أول غلطة بيرتكبها الطالب لا إحنا مش عايزينك تنجح إحنا عايزينك تتفوق يعني إحنا عايزين نقول إن المستقبل دلوقتي يعني ما بقاش فيه مكان للناس اللي يدوب بتعدي لا المستقبل عايز الناس المتفوقة ده في أي مجال من المجالات نقطة مهمة برضو عايزين أبنائنا ينتبهوا لها وهم بيختاروا كليتهم إنه هو إحنا عندنا الأهداف بتاعتنا محتاجين نعمل لها عملية تشريح يعني لما يجي ابني يقول لي أنا عايز أدخل كلية طب مثلا لابد إن أنا أسأله سؤال جوهاري إنت عايز تدخل كلية الطب ليه ولازم يجاوب على السؤال ده فهنلاقي بقى فيه تباين فيه أراء الطلاف فيه اللي هيبقى عايز يدخل كلية الطب علشان المكانة الاجتماعية فنقول له طيب والله فيه كليات تانية برضو ممكن تديك مكانة اجتماعية محترمة توازي المكانة اللي بتديها لك كلية الطب أنا عايز بقى أقاطع حضرتك هنا لو سمحت فيه كلية بتدي مكانة اجتماعية وكلية ما بتديش مكانة اجتماعية الكل كلية المكان اللي حبرع فيه وحلاقي فيه المدخل بتاعي أنا أو الزاوية اللي أنا حقدر أبدع منها هي دي اللي هتعمل بالضبط ما احنا نحط إيد بقى الطالب احنا بنتكلم دلوقتي على الأفكار الشائعة يعني الأفكار الشائعة بالتأكيد مش كلها صحيحة هو بيشوف كده ان كلية الطب بتدي مكانة اجتماعية فانقول له احنا بقى لا ده فيه كليات كذا وكذا ممكن لو انت نجحت فيها يبقى لك مكانة اجتماعية مرموقة يبقى احنا كده ساعدناه انه هو يتخلص من عقدة كلية القمة وانه هو يقدر يشوف نفسه فيه تخصصات اخرى لو هو عايز فلوس نقول له والله فيه وظيف كتير جدا بتدي دخل اعلى كمان من كلية الطب ففكرة ان احنا نشرح الاهداف بتاعة الطالب علشان نوصل للأسباب اللي بتخليه يفضل كلية على اخرى دي هتساعدنا كويس جدا في ان احنا نقنعه بتخصص معين او نحول اتجاهه من كلية معينة زي كلية الطب لكلية اخرى في الحتة دي تحديدا وعايز اسأل حضرتك بقى الاستاذ في علم النفس الترباوة بنشوف كتير من ولادنا بيمروا في فترة حيرة حيرة كده او تخبط هو بش عارف ايه يعني انا بتقعد مع ابنك او بنتك تسألها او تسأله يقولك انا بش عارف حدد ايه مرة طب مرة بش عارف عايز حاجة تانية مختلفة ازاي ممكن حالة الحيرة دي يعني يتم التغلب عليها وخلي ابني او بنتي فعلا يحدد بشكل علمي ودقيق هو محتاج ايه دور كولية امر ودور الطالب نفسه ازاي يخرج من حالة الحيرة والتخبط اللي في كتير من بيوتنا عايشان بالضبط يا فندم احنا لازم نخرج بالطالب من فكرة التركيز على العواطف والميول لفكرة المناقشة العقلانية للتخصصات والحاجات اللي انا هدرسها وهشتغل فيها في المستقبل اولا نحن لازم نقعد مع الابن ونفاهمه ان اللي هتختاره دلوقتي هو اللي هيحدد مستقبلك لان انت هتختار تخصص هتدرسه وبعد كده هتشتغل فيه ونساعده برضو انه ما يقعش في فخ الميول فخ الميول ده بيقع فيه طلابنا باستمرار ويدخل كلية على اساس انه بيحب هذا التخصص او هذي الكلية وبعدين بعد ما بيدخل بيوفاجأ ان القدرات اللي بتتطلبها هذي الكلية او هذا التخصص اعلى من قدراته فما بيقدرش يثبت فيها ذاته فما نقعش في هذا الفخ الميول دا ما اعرف قدراته الاول ايه بالزبط فاول حاجة احنا لازم لما نقعد مع ابنائنا نساعدهم على ان هم يكتشفوا ذاتهم انت مميز في كذا احنا شايفين ان انت مميز في كذا ونقرأ النتيجة بتاعتنا كويس النتيجة بتاعتك بتقول ان ان انت مميز في قدرات كذا فالقدرات دي تؤهلك للنجاح في تخصصات كذا وكذا وكذا وبعدين الانسان عدو ما يجهل فلازم يعني يبقى فيه معلومات عند هذا الطالب عن التخصصات المختلفة ما يبقاش بيسمع عنها كده وخلاص او يفاجأ بيها في يعني في الرغبات لازم نقرأ عنها ونفاهمه دي بيدرس فيها ايه وهيشتغل بيها ايه بعد ما يخلص بالضبط يا فاندي يبقى كده هو فهم التخصصات وفهم سوء العمل وفهم قدراته ونقض بقى نقش الموضوع بشكل عقلاني ونفاهمه ان اعلى اعلى حاجة انت ممكن تتفوق فيها وفقا لقدراتك هي كذا نرتب بقى اولوياتنا وفقا لقدراتنا لو عملنا كده يبقى احنا تخلصنا من خطأ كبير بنقع فيه باستمرار وهو خطأ ان انا بحب تخصص كذا فعايز ادخله بمنتهى البساطة يعني انا هو بقنع ابناءنا الطلاب في حد بيحب كرة القدم بيحب كرة القدم جدا وبيروح تفرج على كل المتشاط لكن عنده مشكلة في رجله هل ده لما يحب يمارس رياضة نقول له مارس كرة قدم ولا مارس رياضة مناسبة لقدراتك في فرق بين اللي بتحبه وبين اللي تقدر تعمله ودي نقطة مهمة لازم يبقى الطالب ووليه الامر اخذ باله منها اي كلية بقى حضرتك التحق بيها ايا كانت تقدر ان انت تكون فيها رقم واحد وتقدر انت تكون فيها تصل للقمة اذا يعني ادرت المرحلة بطريقة جيدة انت لما بتدخل كلية محتاج ثلاث انواع من المهارات لابد انت كطالب تمتلكهم اول حاجة المهارات المتعلقة بيه التخصص بتاعك او المهنة بتبقى كل مهنة بتتطلب قدر من المهارات والمعارف لازم يكون الطالب محصلها فبيقدر يشتغل على نفسه في الجزئية دي طوال فترة الدراسة بحيث انه هو اولا ينغمس في عملية الدراسة وفي التخصص بتاعه فاهمه اكتر ويقدر انه هو يحقق النجاح الاكاديمي فيه الكلية بمستوى مرتفع وكمان لما بيخرج لسوق العمل بيكون جاهز انه ينخرج في سوق العمل مباشرة بدون اي تعطيل يعني الجزء التاني واحنا في عصر التكنولوجيا لازم تكون بتمتلك المهارات التكنولوجية المرتبطة بمجال عملك واي مجال عمل دلوقتي ايا كان له علاقة او له صلة مباشرة بالتكنولوجيا فلازم تمتلك المهارات التكنولوجية المتخصصة او النوعية الخاصة بمهارات او الخاصة بتخصصك اللي بتدرسه الحاجة التالتة ودي بيغفل عنها كثير من الناس يعني حتى في طلاب السنوات العامة بنلاقي الطلاب ما فيش فيه بينهم تفاوت كبير في الزكاء والقدرات العقلية لكن التفاوت بين الطلاب في السنوات العامة واللي بيخلي واحد يبقى متفوق ويبقى من الاوائل واحد تاني يدوب ينجح الخصائص والسمات الشخصية وعلشان كده برضو انت لو عايز تنجح في تخصصك في الجامعة وعايز تنجح في تخصصك المهني لازم تشتغل على الجزئية دي بشكل كبير جدا لان هي دي اللي بتفرق شخص عن شخص وبتخلي شخص ناجح ومتفوق وشخص اخر قدراته متوضعة ومش قادر يستثمرها بشكل جيد الرؤية يا دكتور يعني فيه شباب بتفضل مكتهدة جدا في الدراسة ومع ان احنا شايفين انه مؤخرا فيه تطور كبير في مناهج التعليم بحيث انه هو يتواكب مع سوق العمل بالاضافة بقى للكليات الجديدة اللي بتحاول تواكب مع سور العرب بس حتى لو غيرت المناهج واللي قدامي مش عايز يسعى مش عايز يشوف مهاراته ومش عايز يطور فيها حتى وان كان شخص بلا مهارات فزة يعني او مش استثنائي ولكن حتى لو اشتغلنا على مهارات شديدة تضعف بس اشتغلنا عليها حتى تتقوم بالزبط يا فندي وتطوير القدرات ده محتاج دافعية احنا لما بنجي نتكلم عن التعلم له ثلاث شروط اساسية عشان تتعلم اي حاجة دافعية ونضج وممارسة اول حاجة دافعية لازم الشخص يكون عنده دافع مدفوع داخليا لانه هو يتعلم الدافع ده بيكون مبني على هدف واضح وخطة لتنفيذ هذا الهدف وعلى سماته خصائي الشخصية بيتميز بها الفرد زي المصابرة في واحد ممكن يقعد على الكتاب فترة طويلة ويجتهد ويذاكر ويبقى مجده واحد تاني كسلان ده زكي بنفس درجة زكاء ده بس ده عنده سمات شخصية خلته يقعد كتير على الكتاب ويذاكر والتاني عنده كسل وطراخي والتسويف إلى آخره صفات أو سمات شخصية سلبية خلته يتأخر فدي نقطة مهمة في العمل وفي الدراسة من الحاجات برضو المهمة دكتور محمد إيبا أنه يعني إحنا دايما لما بندخل تخصص بنوع تبقى نفتح ودنا للي بتكلم كلام سلبي عن التخصص بتاعنا لا حاول أنت لو عايز تنجح في تخصص معين يبقى كلامك كله أولا تتصل بالإيجابيين والناس اللي بتكلموا عن التخصص ده بشكل إيجابي وبيقدروا وبيحترموا وإنت كمان نفسك تتكلم عنه دايما بشكل إيجابي وتبتعد عن أي رسائل سلبية ممكن تخليك يعني تأثر في ميولك أو تخليك شوية تكره التخصص ما نسمعش كلام السلبي عشان ينور طريقنا ناخد بالنا من الحاجات اللي ممكن تؤخد دامنا لا هو للأسف للأسف الكلام السلبي بيعطلنا أكتر ما بيفيدنا يعني أصله خلاص أنا خلاص خلاص اختارت الطريق ده ومشيت فيه فخليني بقى ركز على إيجابياته إننا دايما نحط يعيني على الإيجابيات بتاعت التخصص ده سواء في الدراسة أو في العمل علشان يعني دايما إحنا لما بنشغل بالهدم بنتأخر في البناء طبعا فلما بنركز على السلبيات ما بنشوفش الإيجابيات وبنشتغلش لا نتطور ولا نحرز تقدم فنركز على الإيجابيات القراءة بقى عن التخصص بتاعنا لازم يعني مش بس أنا اللي أنا بدرسه في الكلية هو ده اللي أنا لا اقرأ كل حتى ما يقال عن التخصص بتاعك أو ما يتعلق بيه في الصحف أو في البرامج التلفزيونية تابعه وحتى كمان دكتور عاصم يعني بعيدا عن التخصص القراءة في خارج التخصص يعني هي الحياة الجامعية كمان ما هياش حياة علمية مناهج ومقرارات دراسية بس لكن هي تشكيل ليه وعي وشخصية الطالب الزبط المختلفة اللي هو لازم يبقى منفتح على ثقافات وفنون وأداب الجالب المهم ده إزاي أكون أو أشكل شخصية الطالب الجامعي بش بس إنه يحصل المادة الدراسية اللي بياخدها في الأربع سنوات لكن يبقى شخصية مختلفة وده كمان حيفتح نوافذ جديدة للتفكير بالزبط يا فندم القراءة مطلوبة في كل التخصصات القراءة النوعية أو المتخصصة فيه الجزء اللي الطالب بيدرسه دي بنأكد عليها بس علشان عملية الانغماس في التخصص وإن أنت تكون ميول إيجابية ناحية التخصص بتاعك وتحبه تكتف بمهارات التخصص لكن القراءة بصفة عامة وفي كل المجالات دي مطلوبة بشكل مهم جدا وإنشطة القراءة والإنشطة وكل يعني أنا عايز أقول لحضراتك إن إحنا كنا بنقرأ في كتب خارجية في أيام الامتحانات وإحنا في الجامعة بعيدة خالص عن المادة اللي هنمتحناها بكرة ده ما فيش فيه أي مشكلة خالص بالعكس ده هو بينمي مدارك الطالب وبيخليه فهم أكتر التخصص بتاعه وبيقدر يبدع فيه بشكل أفضل وإذا كنا بنتكلم بقى عن الإبداع في العمل والإبداع في الدراسة فده مش هيكون بتركزك على القراءة في جانب واحد الإبداع بيبقى له مدخلات كتيرة جدا وكلما تتنوع قراءاتك وتبقى يعني زهنك حاضر وتبقى عندك ثقافة عامة في أكتر من موضوع ده بيفتح لك مجال إن أنت تبقى مبدع في الدراسة يبقى عندك تحصيل ابتكاري وتحصيل إبداعي وكمان في العمل بعد كده بعد ما تتخرج وتلتحق بسوق العمل كتير من الناس كانت دايما تشتكي يا دكتور إن ما فيش فرص تدريب كفاية إن ما فيش فرص لاحتكاج بالعالم بتاع سوق العمل يعني كفاية يمكن وجود مبادرات كتير جدا وجود مسؤولية مجتمعية عند الشركات المختلفة خلاهم يعملوا برامج تدريب وخلاهم يفتحوا مجال للباب بالعمل التطوعي لكتير من طلاب الجامعة أعتقد ده بيثق المهاراتهم سواء في التواصل الاجتماعي سواء في العمل في الالتزام في تاني دي حاجة جميلة جدا إحنا زي ما كنت بقول دلوقتي شروط التعلم إيه دفعية ونطج وممارسة إنه يمارس العمل بتاعه ده وإنه يمارس المهنة اللي هيبقى فيها مستقبله طوال حياته ويعرفها عن قرب والفكرة دي جميلة جدا إنه يتطوع ويلتحق بيه الشركات العاملة في مجال تخصصه علشان يفهم طبيعة العمل أكتر ويكون فكرة مستقبلية عن ذاته إيجابية وكمان يعني الممارسة والتكرار دي حتخليه حب التخصص بتاعه بشكل أفضل وإنه هو برضو في الدراسة حيستفيد وتضاف للخبرات النظرية اللي بيتلقاها خبرات عملية بتدعم وتسق المواهبه وتسق القدراته وفي النهاية بيبقى شخص متميز إحنا دلوقتي بنقول له لو دخلت أي كلية تقدر تبقى متميز باتباعك للخطوات دي يعني لو اشتركت أو التحقت بيه الفرق العمل التطوعية في المجالات المرتبطة بتخصصك ده هيخليك تحصل بشكل أفضل وتبقى متفوق في الدراسة وفي العمل إن شاء الله ربنا يوفق كل طلابنا في الثانوية العامة إن هم يختاروا اللي هم عايزينه ويتفوقوا ويصنعوا قمتهم الخاصة في كل كلية أو تخصص يختاروه فشكرك شكرا جزيلا دايما بتنورنا وبتمتعنا وبتشرفنا دكتور عاصم حجازي أستاذ علم النفس التربوي بجامعة القهار شكرا جزيلا شكرا جزيلا